قالت الحملة الرئاسية لنائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس أن مكتب التحقيقات الاتحادي FBI اخترع الشهر الماضي بأنها كانت هدفا لعملية تأثير من جهة أجنبية هذا وتعرضت حملة المرشحة الديمقراطية إلى استهداف من قبل قراصنة إلكترونيين أجانب بعد أيام من قول حملة دونالد ترامب أنها تعرضت للاختراق ولم تقدم الحملة أي إشارة إلى الجهة الأجنبية التي يعتقد أنها تقف وراء المحاولة لكنها قالت أنها لا تزال على اتصال مع السلطات هذا وحضرت وزارة الخارجية الأمريكية القوى الأجنبية من عواقب أي تدخل لا في الانتخابات الأمريكية إثر علان حملة ترامب عن تعرضها للاختراق